أستاذ علي لعلك استمعت إلى هذا المقطع الذي صورته شاشة الاستقامة صباح اليوم في أحد الأسواق العمانية دائماً العماني متضامن مع القضية الفلسطينية ما هو تعليقك على هذا الأمر؟ والله العماني يا أخي يمثل الإنسانية السوية وكأي إنسان سوي يكون مع الحق دائماً يعني العمانيين في الزنجبار وفي مصقط وفي ضفار وفي صور خوايب كل ما جادوا فيه كل ما جادوا فيه منذ عام النكبة عام 48 ولغاية بكرة وحرب 73 ومرت أشياء كثيرة طبعاً مثل هذه المظاهرة أخي عدنان أنا أعرف شخصية أنه مؤرقة جداً للكيار الصهيون هم لا يتبنون هذا التضامن حتى لو كانت بكلمة هم يريدون عزل الواقع الفلسطيني على الأمة العربية صحيح يريدون فلسطين أن تبقى معزولة هم يعلم الله أنه ما شاهدوه في كاس العالم في قطر زلزلهم ما كانوا يتوقعون أنه لازالت فيه شعور ومشاعر حية حتى في البلدان اللي يعتقدوا أنها قريبة من التطبيع منهم زلزلهم كثيراً هذا الموقف وذلك يجي هذا يعني الطوفان الأقصى ليبرهن لهم وهم يتابعوا على فكرة يتابعوا ويشعروا أنه فعلاً مسارة المشاعر ما كنا نتمنى أن توصل إلى هذه الدرجة حتى يستطيعوا تمرير ما يمكن أن يمروا على الوطن العربي مثل الآن مثلاً تشوفوا بعض البكائيين الآن يقول لك إيش تستفادوا؟ هذا دمرونهم غزة طيب الجزائر من 1830 إلى عام استقلالها 1962 وهبت الجزائر في سبيل كرامتها وفي سبيل شرفها وفي سبيل حريتها عشرة ملايين نعم شهيد الناس يتذكروا مليون ونصف هون مليون ونصف لثورة الأخيرة من نوفمبر 54 إلى عام 63 عام الاستقلال هذه آخر ثورة وينسون أنه من الاحتلال 1830 إلى 63 كم ماتوا في سبيل الثورة فبالتالي تستحق الأبطال هذه التضحيات مسألة طبيعية الحروب ليست مهرجانة الحروب معروفة أنه فيها فقد وفيها الدمار وفيها تنكيل وفيها كذا والكيان الصهيوني لا يبقى له للأسف إلى هذا الشيء هي العبرة الآن مش هي العبرة بعد الحرب يعني ما هي الأبراق التي اختسبتها بعد الحرب الحرب عادة هي عبارة عن دبلوماسية عنفية تمارس نعم الحرب آخر الحلول ودائما كل حرب تنتهي بسلام معروفة فما الذي ستجنيه بعد هذا الحرب هذا السؤال هم ما راح يجرون شيء أساسا نهاية المطاف وهم يعلمون بأنه مثل ما خبرتك أنه هذا الفصائل هي الأمر الناهي لأنه لا تخضع للنظام الرسمي يعني يعقدون مع تفاقيات مستقلة وكأنه اعتراف قانوني وضمني بأنه كيانات سياسية قائمة فيتبادلوا معهم الأسرة ويتبادلوا معهم الوثائق ويتبادلوا معهم كذا اللهم الراعي والوسيط هذا يقرار من الصهاينة بأنه هذه الكيانات خضوعها وأثرها اليوم يعني أكبر بكثير من النظام الرسمية اللي ما قادروا يسيطر عليها بينما النظام الرسمي ممكن يطبع ممكن كذا وهم من تجربتهم مع مصر والأردن يقال لك التطبيع الرسمي ما نفعنا بحاجة فليش ما نخترق بالروح ونسافر ونجيب وكذا وكذا يتمنون لكن لما يشوفوا مثلا مقتل سواح لهم في مصر وأمس مطعون لهم دبلوماسي في بكين ويشوفوا حجم الكراهية الموجودة يعني الناس هناك المطاف بشر فيراجعون ويش اللي حاصل يش اللي حاصل فهمني صحيح فكثير منهم الآن بيراجعون يقول لك الله بعضهم لأنه نحن سطونا على ناس آوونا في الثلاثينات لما طردنا بالهربة من أوروبا وهربنا من الهولوكوست وهذا جزائنا فهمني وأنا طبعا يعني وناشد من هذا المنبر أنه نفرق ما بين اليهود والصهاين من يحتل فلسطين صهاينة وليس يهود وين نمسوا القلن سوء وين عملوا وين كذا وكذا إلى آخر وعلى فكرة خمسين سنة لغاية اليوم هذا كلام موثق لم يستطيعوا أن يجدوا أثر واحد في علم الآثار يثبت بأنه فلسطين كان فيها يهود إيش رأيك ما شاء الله خمسين سنة لغاية اليوم هم بيحفروا لم يجدوا أثر حتى في علم الآثار حتى في علم الآثار لا وجود ليهودية فلسطين بل عروبة فلسطين مئة بالمئة فهم الآن جالسين يعني يريدون خلق شيء بالقوة وباليبلغ مثل ما خبرتك معادرة الخوف مقابل الكثرة سقط هذا الخيار لا نخص سقط لأنه تعرف حنا بالشرع ماذا نقول عندما تدافع عن أرضك ولا أرضك يعطيك الله قوة من تدافع عنهم فالأخوان الآن في فلسطين في غزة يدافعون عن مليارين طبع نعم ما يتدافعون عن نفسهم مليونين في غزة لا عن مليارين مليارين عزتهم وإيمانهم وقبلتهم في فلسطين وبالتالي يعطيهم الله القوة صحيح المليارين اللي هم يمثلونهم هم جرد الصفة اللي اصطفاها الله فبالتالي أنا مطمئين جدا الأمور ترى في تعاظم يعني ما كنا نحلم أنا بحكم سني اليوم يعني ما كنا نحلم بعد ثلين وثمانين أن تقوم قائمة فوسنا حتى في الحرب النفسية الجيش اللي صدقنا الجيش الذي يلا يقال وصدقنا المساعدة اليد الطويل وصدقنا وكذا